فليكفر إنا اعتدنا للظالمين خلينا نحنشي على دليل الظلم دليل الظلم دليل عام حتى يستعمل في الفقه ودليل جامع مانا شامل كل شي مثل شنو يعني حرمة الظلم والعدوان هذا دليل واضح أن الظلم محرم العدوان محرم يتمسكون بالفقهاء وكان شيخنا الأستاذ المرزى يستدل بي كثيرا في فروعات الفقه مثلا أنا أفرض أنا مد إيدي وأخذ كلينيس من عندك ورقة محارم ورقة وحدة وهي ما تبع بالسوق وأنا دبيك التاموراضي أو أخذ ورقة من دفترك صغيرة قصاصة أقطع قصاصة من ورقة أوراق دفترك وهي القصاصة شنو قيمته ما تنبع بالسوق لا مالية لها طيب إذا مالها مال أقدر استفيد من عدها ومو مال هي هو يقدر أنه لا تبع لا يبذل بها زال المال ليش ما تصرف بيه يقل لك لحرمة الظلم والعدوان صحي مو مال ولكنها ولكن عدوانك عليها ظلم لا لأنه بحرمة الظلم والعدوان ما تقدر تجيب دليل مثلا الناس مسلطون على أموالهم الناس مسلطون على أموالهم فأنت مجوز تروح تتصرف في مال الغير يقول لك لا هذا الدليل ما يشملني لأن هذا مو مال لأنه لا يبذل بأزائه المال قصاصة اقطعتها من دفترك هالورقة هاي اقطعتها هاي ما حد يطيبها فلوس فإذن ما يشملها هذا الدليل الناس مسلطون على أموالهم لا تخصب مال الغير هالما يجي لأن هاي مو مال يقول لك ايه صح لكن دليل آخر شامل خط عام اسمه حرمة الظلم والعدوان وهذا يشمل على هأنك انت اعتديت على ملكه فما يجوز تتصرف فيه دليل الظلم إياك أن تتلبس بهذا المبدأ مبدأ الظلم الكافر ظالم واللي يتصرف بورقة محارم اهروم أو يأخذ القلم ويكتب هو مو مال تلقل يكتب له كلمة وتصرف في مال غيرها لأن هذا مال يأخذ لقصاص صغيرة يقول لك هذا ظلم ولا يجوز الظلم قطعا هذا الظلم المقدار هذا ما يستحق الدخول هنا في المعيار ولكن دليل الظلم دليل محكم وممتد إنا اعتدنا للظالمين نارا يعني هيئنا لهم نارا بس الظالمين هنا هم الكفار مو كل ظالم لأننا قلنا الظلم تفاوت فكل كافر ظالم وليس كل ظالم كافر هنا عبر عن كافر ظالم قال اعتدنا يعني هيئنا لهم قال اعتدنا من العدة وكانه شغل حرب وحضر لعدة عدة وذول يدخلون حتى دخلتهم ذلة يدخلون افواج دفع يدفعوهم قد خل واحد يوقع مو باحترام يدخلون بخلاف الجنة يدخلون باحترام يعني فالذلة وبهذلة الى اخر ما يكون يروحون هيئنا اعتدنا للظالمين نارا احاط بها بهم سرادقها وتبين النار محاطة محوطة النار في آية الذي يذكر على المنافقين ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار قال درك يعني في قعر النار معنات النار صايرة مثل حفرة وإلها قعر وتدرون كل واحد فرطة النور وبها نار كل ما تمديدك اعمق الحرارة تشتد اكثر المنافق اشد عذابا لذلك قال في الدرك الاسفل ليش قال في الدرك معناته اشد حرارة اشد عذابا وإلا لو كانت الشغلة العذاب واحد في القعر والفوق ما كان يقول في الدرك كان قال ان المنافقين في النار لما قال درك معناته افتهمنا القصة النار مقعرة الهقاع يعني تشبه حفرة طبيعة الحال كل ما تعمق الحرارة تشتد فهذا هي طبقات القصة هذا اللي محبوس فوق عذاب اهوى من اللي تحت مثل الشواع مثل الخبز واحد اول ما يخبز يدخل جوها بعدين يريد يكسب يخليها فوق صحة لانا تبقى تحتري دائما من يذكر النار يقول عليها محاطة محوطة او حفرة معناته افتهمنا النار مثلها مثل تنور مثل مثل بركان مثل مثل حفرة محوطة يحرقون به لا القاع فيها واكثر احاط بهم سرادقها الجنبات ما لدها الحيطة ما تتشعل نارها مثل هذا التنور الجديد ماكو يعني قاع نار ومن اطراف ها من نار نستجير بالله ان اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها سرادقها يعني حيطانها واطرافها هم محيطة هم تنفيذ نار وان يستغيثوا يغاثوا ايه من يستغيثون ذولي راح نغيثهم بماء كالمهلي المهل هو اخر الزيت افرض صفيحة زيت القعر مالتها يكون زيت الخام فهذا يقول راح نسقيهم ماء مثل هذا الزيت الثقيل بماء كالمهلي لما يشربوه يشوي الوجوه انه بتصير الحرارة جوفية مو بس ابن الخارج لا انه بتجيو الجوفية او في آية اخرى تقول تطلع على الأفئدة تروح على الأفئدة يعني النار من الداخل الصير ولذلك شوف القرآن ما بيتناقض شيء يكمل جيء دائما يذكر عذاب النار مرت مرتبا مرتبا ومن لابن احد غرباء بس عذاب وهذا شرابهم من المهلي دائما من يذكر النار يذكر الجنة من يذكر العذاب يذكر النعيم لأنه هذا الإسلام وهذا القرآن ترهيب وترغيب تحذير وتبشير إن الذين نبع الرجل قال إن الذين آمنوا بس هذول منهم اللي يغاثوا بما يكلمون قلنا هذول الكفر والكافر هو اللي يعلن يتحدى الله يعلن جحوده وكفره وطغيانه لله فإذا ما أعلن يسمى منافق إذن الكافر مولي هو بينه وبين نفسه هو بينه منافق هذا يروح الدرك النار الكافر هو اللي يعلن يظهر العداء لله جحود ولذلك انت ما يجوز واحد منافق تحاسبه تش عليك الله سبحانه وتعالى يعلم بالسرائع إذا ما أظهر كفرا انت ما يجوز تحكم عليه هذا اللي يظهر الكفر والعداء لقيم السماء هو يروح هنا فالفاسق اللي يعترف بالله ورسوله وهذا لكن غلبته شهوته ان شاء الله هذا يخلص عذابه في البرزخ بيحتاج انه يروح الى مصيبه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إننا لا نضيع أجر من أحسن عملا قلت لك كلما يذكر العذاب يذكر النعيم خل باب للنعيم شرطين إيمان وعمل وهذا هو الإسلام وروح الإسلام الإسلام ولذلك دائما يقول الذين آمنوا وعملوا أما فس آمن قلب مؤمن وجارحته جارحة فاسق مو مؤمنة ما لا ينفع إيمان وعمل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات صالحات كل فعل صالح أو تزيد الصلاحة صلاحا الصلاح بمعنى ليس بالضرورة أن يكون شيء قربة إلى الله لا تصلح في شيء مفسد تخدم البشرية تخدم الأرض بها كل شيء ينفع الناس يصلح شأن الناس تقدم خدمة لمجتمعك لوطناك لجارك تسوي شيء تصلح به هو قال له أحب الخير يا رسول الله أنا أحب الخير ولكن ما عندي مال قال ومن قال لك الخير مال ارفع حجرا عن طريق المسلم يا هذا ارفع حجر عن طريق المسلم وحجر تعثر شيء لو خلي إذن القصة اعمل شيء ليصلح بل لطلق شارع هو خلاص صلح أو زد الإصلاح صلاحا لم يتوسع لك مشروع خيري مثل لكن مع إيمان إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله إذا صار صلاح مع إيمان الله رح يعطيه دنيا وآخرة وأما إذا عمل صالحا من دون إيمان رح يأخذ أجر بالدنيا شهرة ومال مو يقولون هذا أجسون اللي صنع المصباح إلى الآن ذري تتاخذ نسبة من كل مصباح يباع مجد وتاريخ وكتب اسمه بيحرف منه الخدم البجري لاحظ مجد إذا كان ناوي أنه قرب إلى الله فالله هم يعطيه ويأعجر وإذا لا هد شي ملحد بس فكر حبا للمجد يخترع حق والله رح يعطيه مجد في الدنيا ألان اسمه من العظماء من المخترعين أخذ حق أخذ مجد لكن الذي ياخذ إصلاح مع إيمان عمل مع إيمان هذا الذي رح يضمن حياته إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله عمله معنية إيمان أولئك لهم جنات ونحكيها إن شاء الله في الثلاثاء السبت القادم أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار جنات عدن أولئك الذي عملوا بإيمان لهم جنات عدن دائمة تجري من تحتهم الأنهار إن شاء الله السبت القادم وصلى الله على محمد وآله الطهر وصلى الله على حياته ورآله 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 ترجمة نانسي قنقر